عارفين أنه كل عمل حرب يكون له نقابة فممكن برضو نتكلم عن نقابة المحاميين ما هي هذه النقابة؟ نعم، هي طبعاً لكل مهنة دائماً بيكون فيه نقابة اللي هي هذه النقابة بيكون مزؤولة من المهنيين اللي موجودين في المهنة وهذه النقابة هي بتمثل القانونين والمهنيين القانونين هي تعمل على ربع مستوى المحامين وربع مستوى العمل القانوني وفي نفس الوقت هي تعمل على تسجيل أي شخص مثلاً أو أي محامي أو أي شخص يجتاز مهنة القانون هم يحاول أن يزعدوه في تسجيل الرخصة أو في استخراج الرخصة وبالتالي هي عمل كبير جداً وفي نفس الوقت هي تعمل على حال كثير من المشاكل الخاصة بالمحامين هي كمان بتهتم بشؤون المحامين والقانونين في نفس الوقت بتعمل على ربع مستوى الأداء بالنسبة للمحامين وتحاول أن تطور من أداء المحامين بالدورات التدريبية ببعض الفرصات ببعض البرامج القانونية وغيرها من المهام الخاصة بالنقاوة تعتبر البيت الكبير أو الدرع الواقي للمحاميين باختصار؟ نعم، هي تعتبر البيت اللي يحوي كل المحامين والقانونين في البلد الماني بالتالي هي تعمل على حل وتطوير حل المشاكل وتطوير الأنظمة القانونية الخاصة بالمحامة أو القوانين الخاصة بالمحامة هي تعمل على تطوير هذه الأنظمة وتطوير حل المشاكل المحامين في كل دولة